اهلا بكم سنة ربعة ابتدائي ومعانا النهاردة نمازج واسئلة وزارة التربية والتعليم لمادة الدراسات الاجتماعية ويلا بينا نشوف الاسئلة بتاعتنا بتقول ايه اول اسئلة هناخدها على الدرس الاول بعنوان ادوات تحديد المواقع فعندنا السؤال الاول بيقول لي اكتب كلمة صواب امام العبارات الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارات الغير صحيحة يعني سؤال صح وغلط المطلوب مني اقرأ كل نقطة في الامتحان براحة جدا جدا اول سؤال بيقول لي اذا اردت معرفة موقع مدينة القاهرة على الخريطة فانك تنظر الى مقياس الرسم يعني ايه السؤال يعني لما اكون عايز اعرف مدينة القاهرة فين بالزبط ابص على مقياس الرسم اقول له لا طبعا مقياس الرسم ببص عليه لما اكون عايز اعرف المسافة بين مدينة ومدينة يبقى الاجابة خطأ طيب انا ممكن اعمل غلط كده اقول لك ممكن برضو تمشي عايز تكتبها كده ماشي عايز تكتبها باللغة العربية برضو صح طيب رقم اتنين بيقول لي تستخدم الاقمار الصناعية في التقاط الصور الجوية هل الاقمار الصناعية اللي بتلف حوالين الارض هي اللي بتصور للصور الجوية اقول له طبعا خطأ برضو ليه اقول له لان الصور الجوية دي اللي بتصورها الطيارات اما الاقمار الصناعية بتصور للصور الفضائية طيب رقم 3 تستخدم شبكة الإحداثيات في تحديد الاتجاهات على الخريطة شبكة الإحداثيات إيه شبكة الإحداثيات دي؟ اللي هي خطوط الطول ودوائر العرض هل أنا وإنت بنستخدم خطوط الطول ودوائر العرض علشان نحدد الاتجاهات؟ أقوله طبعا غلط ليه؟ أقوله لأن الاتجاهات بنعرفها عن طريق وردة البصلة مش شبكة الإحداثيات طيب رقم 4 إذا أردت رسم خريطة تفصيلية لجزء من مصر يعني لو أنا عايز أرسم خريطة بالزبط لحطة من مصر فإنك تعتمد على الصور الجوية يعني لما كنا عايز أرسم خريطة مظبوطة فيها تفاصيل هاعتمد على الصور الجوية؟ أقوله طبعا صح يعني هكتب كلمة هنا صواب ليه؟ لأن الصور الجوية بيبقى باين فيها الشوارع والبيوت فهقدر من خلال الصور الجوية أرسم خريطة تفصيلية وأقصر دقة طيب رقم 5 العنصر المفقود بالخريطة المقابلة هو وردة البصلة بص كده على الخريطة اللي قدامك دي فيها وردة البصلة؟ تعال كده لا يبقى هي عنصر مفقود يعني مش موجود؟ أقوله آه صح يبقى هكتب كلمة صواب طيب براحتك عايز تعمل علامة صح أو علامة خطأ تمشي عادي عايز تكتب كلمة صواب كلمة خطأ برضو عادي طيب السؤال الثاني في الدرس الأول بيقول لي ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين يعني اختار الإجابة الصحة أول حاجة بيقول لي إيه إذا أردت حساب المسافة بين محافظتي القاهرة والجيزة في الطبيعة فإنك تحتاج إلى إيه؟ لو عايزة إيس المسافة أول ما تلاقي كلمة المسافة يبقى إيه على طول أقول له يبقى مقياس الرسم يبقى هاختار هنا مقياس رسم الخريطة طيب السؤال رقم اتنين بيقول لي لمعرفة مدلول الألوان والرموز يعني معنى الألوان والرموز اللي موجودة على الخريطة فإننا ننظر إلى إيه؟ لما كنا عايزة أعرف الألوان اللي على الخريطة بتقول إيه والرموز هبص على إيه؟ أقول له هبص على مفتاح الخريطة لأن مفتاح الخريطة هو اللي فيه الرموز والألوان طيب رقم ثلاثة العنصر المفقود بالخريطة المقابلة هو إيه؟ يعني إيه الحاجة اللي مش موجودة في الخريطة اللي قدامنا؟ أقول له تعالى أول حاجة فيها عنوان آه مكتوب تحته خريطة بعض المدن المصرية يبقى كده أول حاجة موجودة في عناصر الخريطة طيب تاني حاجة هل فيه وردة البصلة؟ آه أهيه شمال وجنوب وشرق وغرب طيب هل فيه مفتاح الخريطة؟ آه أهو المستطيل ده هو مفتاح الخريطة طيب هل فيها مقياس الرسم؟ تعالى بص كده لا مقياس الرسم مش موجود يبقى العنصر المفقود في الخريطة دي ايه؟ أقول له مقياس الرسم يبقى عود نفسك تبص على الخريطة كويس علشان تطلع الحاجة اللي نقص فيها من عناصر الخريطة طيب رقم أربعة بيقول لي حدد الرمز الصحيح لمفتاح الخريطة بص الرمز اللي قدامك دي ايه اللي فيه مفتاح الخريطة؟ أقول له تعالى أول واحد ده مقياس الرسم مدام خط عليه أرقام يبقى مقياس الرسم اللي جنبه ده ده وردة البصلة اتجهات أصلية والتجهات فرعية اللي جنبه ده محطة مستطيل فيه رموز وألوان آه يبقى ده مفتاح الخريطة من غير مكمل طيب رقم خمسة بيقول لي لو أنك من سكان القاهرة لو أنا وينت عايشين في القاهرة وتريد الصفر إلى أسيوط فإنك تتجه نحو تعالى كده بسرعة قد القاهرة في الأسيوط اهيه لو أنا عايزة روح أسيوط هطلع لفوق ولا هنزل لتحت هنزل لتحت تحت ده يعني في الاتجهات الأصلية بقى أنت رايح فين يبقى أنا رايح يمت الجنوب يبقى هاختار الجنوب يبقى لو أنا في القاهرة وعايزة روح أسيوط يبقى هنزل تحت يبقى أنا رايح يمت الجنوب طيب رقم ستة أي من العناصر التالية للخريطة يستخدم عند رسم محافظة الأقصر في ورقة صغيرة يعني إيه مش فاهم السؤال أقول لك لو أنا عايزة أرسم محافظة الأقصر محافظة الأقصر دي كبيرة جدا طب أنا عايزة أرسمها على حتة ورقة طبعا هصغر الرسمة وأنا بصغر الرسمة هقول إيه هقول إن الصنط ده بيسوي قد إيه على الحقيقة يعني في الطبيعة يبقى بتستخدم إيه علشان ترسم الرسمة صغيرة أقول له باستخدم مقياس الرسم علشان أعرف اللي بيبص على الخريطة إن الخريطة بتاعت الأقصر دي كبيرة أصلا بس أنا رسمتها على ورقة صغيرة يسوي مثلا ميت كيلو على الحقيقة يبقى لما يكون عايز ارسم محافظة الاكسر او اي مكان في ورقة صغيرة بحتاج ايه بحتاج مقياس الرسم طيب رقم سبعة حدد العنصر الناقص بالخريطة الف مقارنة بالخريطة به يعني ايه مش فاهم اقول لك بص على الخريطة رقم واحد وبص على الخريطة رقم اتنين ايه اللي نقص في واحد وموجود في اتنين اقول له خطوط الطول اللي وقفه ودوائر العرض دي يبقى شبكة الاحداثيات موجودة في به ومش موجودة في الف يبقى هاختار شبكة الاحداثيات طيب يلا نخش على السؤال التالت وبيقول لي اجب عن الاسئلات التالية اول حاجة لاحظ الخريطة المقابلة واكتب مدلول الارقام على الخريطة يعني ايه يعني بص على الخريطة وشوف الرقم محطوط فين وقول الرقم ده معنى ايه يعني مثلا رقم واحد بيقول لي يشير رقم واحد على الخريطة الى ايه رقم واحد موجود فين موجود هنا كده عند المستطيل اللي فيه رمز والوان يبقى ده ايه يبقى ده مفتح الخريطة طيب رقم اتنين يشير رقم اتنين على الخريطة الى ايه رقم اتنين فين اقول له رقم اتنين فوق خط الطول ودائرة العرض دي بنسقول عليها ايه بنقول عليها شبكة الاحداثيات طيب يشير رقم تلاتة على الخريطة الى ايه اقول له تعالى ده رقم تلاتة اللي عنده رقم تلاتة ده خط مكتوب عليه أرقام يبقى مقياس الرسم يبقى احنا نعود نفسنا ان ممكن ياجي لي خريطة ويحطي لي عليها أرقام ويقول للأرقام دي معناها ايه طاجب بعد كده بيقول لي حدد سببا واحدا عايزك تقول لي السبب لضرورة كتابة عنوان الخريطة انا عايز اعرف السبب اللي خليني لازم اكتب عنوان الخريطة اقول له انا بكتب عنوان الخريطة علشان اعرف المعلومات اللي على الخريطة يبقى ليوضح معلومات الخريطة يبقى انا بكتب عنوان الخريطة ليه اقول له ليوضح معلومات الخريطة علشان اعرف الخريطة دي بتاعت ايه اصلا طيب رقم اتنين بيقول لي اكتب تفسيرا قل لي السبب لأهمية الخريطة للفلاح ليه الخريطة مهمة للفلاح اقول له لانه بيستخدمها في تحديد ملكية الارض الزراعية الفلاح بيقدر عن طريق الخريطة يعرف حدود أرضه فين بالزبط طيب رقم 3 اكتب تفسيرا لأهمية الخريطة للجيش يعني قول ليه الخريطة مهمة بالنسبة للجيش أقول له لأن الجيش بيستخدمها في تحديد المواقع الحربية طيب أنا هكتب إجابة مختلفة عنك بس نفس المعنى أقول لك صح الأسئلة المقالية اللي فيها كتابة برحتك تكتب اللي انت عايزه بس يكون نفس المعنى يبقى أنا عرفت إن أنا هيجي لي أسئلة اسمها حدد سببا واحدا لضرورة كتابة عنوان الخريطة أقول له لأنها توضح معلومات الخريطة طيب لو قال لي اكتب تفسيرا لأهمية الخريطة للفلاح أقول له لأنه بيستخدمها في تحديد ملكية الأرض الزراعية برضو لو قال لي اكتب تفسيرا لأهمية الخريطة للجيش أقول له لأن الجيش بيستخدمها في تحديد المواقع الحربية طيب بيقول لي لاحظ الصورة ثم أكمل الجدول التالي أصدع على الصورة دي والصورة دي وجايب لجدول وقبل الجدول جايب شوية كلمات علشان استخدمها في الجدول جايب لكلمة المواقع وقفقيا ورأسيا وجنوبا وشرقا وغربا وقال لي احنا الوقت هنقارب من خطوط الطول ودوائر العرض ونشوفهم متشابهين في ايه طيب أوجه التشابه تستخدم في تحديد ايه اللي اتنين خطوط الطول ودوائر العرض ايه الكلمة المناسبة فوق عشان احطها هنا أقول له الاتنين سواء خطوط الطول ودوائر العرض بيستخدموا في تحديد المواقع يبقى خطوط الطول ودوائر العرض يأوجه التشابه يعني متشابهين في ايه أقول له الاتنين بنستخدمهم في تحديد المواقع طيب ناخد كده شرطة صغيرة على كلمة المواقع علشان معودناش ناخدها تاني طيب الاختلاف أقول له تعالى خطوط الطول وقفة تبقى تتخذ شكلا رأسيا يبقى ناخد كخطة على كلمة رأسيا علشان معودش اختارها طيب بالنسبة لدوائر العرض تتخذ شكلا ايه اقول له افقيا شكلا ايه افقيا اه خد شرطة فوق كلمة افقيا طيب بالنسبة لخطوط الطول تقسم القرى الارضية الى نصفين الى نصفين ايه و ايه اقول له خطوط الطول وقفة يبقى بتقسم القرى الارضية نصف الشرق ونصف الغرب يبقى شرقا وغربا خد شرطة فوق شرقا وشرطة فوق غربا علشان ما اخترهاش تاني طيب بالنسبة بقى لدوائر العرض تقسم القرى الأرضية إلى نصفين إيه وإيه أقوله شمالا وجنوبا واخد شرطة فوق كلمة شمالا واخد شرطة فوق كلمة جنوبا بكده أكون خلصت كل أسئلتي على الدرس الأول يلا ندخل على الدرس الثاني ونشوف الأسئلة بالجنة فيها عاملة إزاي وعندي السؤال الأول برضو سؤال صح وغلط وبيقولي الكتب والموسوعات والمقالات من المصادر الأولية هل الكتب والموسوعات والمقالات من المصادر الأولية أقوله خطأ دول من مصادر السانوية طيب رقم 2 للتأكد من صحة المعلومات الواردة عن الهرم نستخدم المصادر الأولية والمصادر السانوية يعني لما كن عايز أكد معلوماتي أستخدم المصادر الأولية والمصادر السانوية أقوله صح يبقى هكتب كلمة صواب طيب رقم 3 المخاطبات الرسمية والنقوش على جدران المعابد من المصادر الاولية اقول له صحة ليه لان المخاطبات الرسمية يعني الخطبات الرسمية اللي طالعة من الدولة والنقوش اللي موجودة يعني الرسومات اللي موجودة على جدران المعابد اللي موجودة من ايام زمان اللي اتنين دول من المصادر الاولية طيب رقم اربعة لوحة الملك نار مر احد المصادر السنوية اقول له استنى هنا من الملك نار مر الملك نارمر ده كان عايش زمان جدا 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 كان له لوحة منقش عليها بعض النقوش دي لوحة قديمة تبقى مصادر أولية ولا سنوية تبقى مصادر أولية يبقى هنا الإجابة خطأ لأنه كاتب لي هنا المصادر السنوية طيب رقم خمسة يبلغ ارتفاع برج القاهرة 187 متر هذه العبارة تعبر عن حقيقة عود نفسك أول ما يجيب لك أرقام اعرف ان دي حقيقة بيجيب لي معلومة يبقى دي ايه حقيقة يبقى الإجابة صحة يبقى هكتب كلمة صواب طيب رقم ستة يجب علينا تحري دقة المعلومات قبل نشرها يعني لازم نتأكد من المعلومات قبل ما نقولها لحد تاني أقول له طبعا صح يبقى هكتب كلمة صواب طيب بالنسبة للسؤال التاني بيقول لي ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين بيقول لي رقم واحد إذا أردت استخدام مصدرا أوليا لإجراء بحث عن قناة السويس فإنك تستخدم يعني لو أنا عايز أعمل بحث أتكلم فيه عن قناة السويس وبدور على مصدر أولي هل هستخدم موسوعة عن القناة موسوعة يعني مجموعة كتب عن القناة أقول له لا مجموعة الكتب دي بتكتب بعد فترة كبيرة من وقوع الحدث لا مش هتنفع وصائق رسمية عن القناة أقول له هي دي من غير ما كمل ليه لأن أي وصائق رسمية تعتبر مصادر أولية يبقى أي حاجة رسمية تعتبر مصادر إيه أولية طيب لو قال لي بقى عند كتبتك لبحث عن أهمية موقع مصر تستخدم أحد المصادر السنوية مثل إيه لو أنا عايز أعمل بحث عن أهمية موقع مصر والمراضي عايز أستخدم مصادر سنوية هل هستخدم المخاطبات الرسمية قلنا أي حاجة رسمية تبقى مصادر أولية مش نفعة البرضيات يعني الورق بتاع أيام زمن كان اسمه البرضيات أستخدمه لا برضو الوصائق الرسمية قلنا أي حاجة فيها رسمية ما تنفعش لأن أي حاجة فيها رسمية تبقى مصادر أولية طيب الكتب أقول له هي الكتب الوحيدة اللي هنا مصادر سنوية أقدر أستخدمها وأنا بكتب بحث عن أهمية موقع مصر طيب رقم ثلاثة المعلومات التي تم التأكد من صحتها هي إيه معلومة أنا متأكد منها تبقى رأي ولا حقيقة ولا وجهة نظر أقول له لأ حقائق يبقى أختار كلمة حقائق طيب مدينة شرم الشيخ أجمل المدن المصرية تعبر هذه العبارة عن إيه عود نفسك أول ما تلاقي كلمة أجمل أحسن أفضل اعرف إن دي رائي ممكن يبقى صح وممكن يبقى غلط أنت ممكن تبقى شايف شرم الشيخ جميلة أنا شايفها مش جميلة قوي وشايف الغرداء أحسن منها يبقى دي اسمها رائي يبقى لما لايك أي حاجة فيها أجمل أفضل أحسن يبقى رائي طيب رقم خمسة يتم التقاط الصور الفضائية بواسطة الأقمار الصناعية تعبر هذه العبارة عن إيه أقول له فعلا الأقمار الصناعية بتصور صور اسمها صور فضائية دي رائي ولا حقيقة أقول له دي حقيقة مش رائي ولا حاجة طيب رقم ستة يبلغ عدد سكان مصر 94 مليون في أرقام آه الكلام ده على طول يبقى رائي ولا حقيقة قلنا أي أرقام تبقى حقيقة طيب السؤال التالت عندي في الدرس بيقول لي أجب عن الأسئلات تالية وأول سؤال بيقول لي حدد سببا واحدا لوجود اختلاف بين الحقائق والأراء يعني أنا عايز أعرف إيه الاختلاف بين الحقيقة والرأي أقول له الحقائق دي تم التأكد من صحتها دي حاجات صحيحة مفهاش ولا كلمة غلط أما الأراء دي وجهة نظر شخصية ممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط يبقى تالي الاختلاف بين الحقائق والأراء إن الحقائق تم التأكد من صحتها دي معلومات متأكدين منها 100% أما الأراء لا دي وجهة نظري تختلف عن وجهة نظرك ممكن تبقى وجهة نظري صح وممكن تبقى غلط يبقى دي بتعبر عن وجهات النظر قد تكون صحيحة او خطأ طيب السؤال التاني بيقول لي اكتب تفسيرا واحدا لضرورة الاعتماد على الحقائق والتأكد من صحة اراء الاخرين قبل اتخاذ القرارات يعني ايه السؤال الغريب ده يعني ليه احنا لازم نعتمد على الحقائق ونتأكد من اراء الناس قبل ما ناخد القرارات اقوله علشان القرارات اللي اخدها تبقى صح يبقى حتى تكون القرارات صحيحة يبقى انا كده عرفت ان انا لازم اعتمد على الحقائق وتأكد من صحة الاراء بتاعت الناس علشان القرارات بتاعت تكون ايه تكون صحيحة طيب السؤال اللي بعده بيقول لي اكتب تفسيرا واحدا لاهمية قناة السويس ما تقول لي قناة السويس دي مهمة ليه اقول له لانها اهم ممر ملاحي بيربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط بس كده اقول له لا ده خلت مصر لها ضر رئيسيا في التجارة الدولية طيب انا هكتب ايه يعني تحفظ انها اهم ممر ملاحي بيربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط طيب احنا كده خلصنا تاني درس وخدنا كل الاسئلة اللي موجودة عليه يلا بينا نتكلم عن الدرس التالت بعنوان موقع مصر بالنسبة الى العالم واول سؤال برضو سؤال صح وغلط وبيقول لي تقع مصر شمال شرق قرة اسيا اقول له غلط شمال شرق قرة افريقيا طيب رقم اتنين زادت اهمية موقع مصر في العصر الحديث بعد حفر قناة السويس يعني ايه يعني موقع مصر بقى مهم جدا الوقت بعد حفر قناة السويس اقول له طبعا صح طيب رقم ثلاثة المحيط الاطلنطي يمثل مساحة شاسعة من الماء يعني المحيط الاطلنطي ده مساحة واسعة جدا من الماء اقول له قليلة العمق اقول له لا ده ذات اعماق كبيرة يبقى الاجابة غلط يبقى لازم وانا بحل اي سؤال اقرى السؤال كله على بعضه علشان اعرف هو صح ولا غلط طيب رقم اربعة تمر السفن في الاتجاهين بقناة السويس بعد حفر قناة السويس الجديدة اقول له اه طبعا صح طيب رقم خمسة ادى حفر قناة السويس الجديدة الى زيادة زمن مرور السفينة بالقناة اقول له غلط ده قليلة مدة الزمن اللي السفينة بتقطعها من 20 ساعة ل11 ساعة يبقى الاجابة خطأ طيب رقم ستة اذا اردت الذهاب الى العاصمة الادارية الجديدة لاول مرة فانت تحتاج الى الجي بي اس لتحديد الاتجاهات اقول له اه طبعا انا ما اعرفش العاصمة الادارية الجديدة دي فين فعلشان اوصلها هستخدم الجي بي اس سواء على الموبايل او الجي بي اس اللي موجود في العربية تبقى الاجابة صح طيب بالنسبة لتاني سؤال عندي بيقول لي ضع خطا تحت الاجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم واحد اوروبا مساحة شاسعة يعني واسعة من اليابس تضم عدة دول فهي بذلك تكون ايه اوروبا دي ايه اصلا اقول له اوروبا دي قارة يبقى هاختار كلمة قارة طيب رقم اتنين مساحة شاسعة قلنا كلمة شاسعة يعني واسعة من المياه المالحة ذات اعماق كبيرة تنطبق هذه العبارة على ايه هل على نهر النيل اقول له لا البحر الاحمر برضو لا المحيط الهندي او ليه لان تعريف المحيط مساحة وسعة من المياه المالحة ذات اعماق كبيرة وهنا جاب للمحيط الهندي يبقى هاختار المحيط الهندي طيب رقم 3 اذا اردت كتابة بحث عن اهمية موقع مصر الجغرافي فانك تستعيم باحد مؤلفات مين على طول لو بتكلم عن اهمية موقع مصر اروح ادور على كتب مين جمال حمدان جمال حمدان اكتر واحد اتكلم عن اهمية موقع مصر طيب بالنسبة للسؤال رقم 4 بيقول لي القناة التي تعد شريان التجارة العالمي والذي تربط بين البحر المتوسط والبحر الاحمر بشكل مباشر هي قناة ايه على طول قناة السويس بشكل مباشر تبقى قناة السويس طيب لو بتربط بشكل غير مباشر فاكر قناة اسمها قناة ايه القناة القديمة اسمها قناة سيزوستيريس هنا بيقول لي بتربط بين البحر الاحمر والبحر المتوسط بشكل مباشر تبقى قناة السويس طيب رقم 5 مساحات واسعة من اليابس تضم عدد من الدول تنطبق هذه العبارة على ايه اقول له تنطبق هذه العبارة على افريقيا لان ده تعريف القارة وعندي في الاختيار افريقيا قارة يبقى هاختار افريقيا طيب رقم 6 تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي لقارة ايه على طول قارة افريقيا طيب بيقول لي لاحظ الخريطة التالية ثم اضع خطا تحت الاجابة الصحيحة مما بين القوسين جايب لخريطة وبيقول لي تطل مصر من جهة الشرق على ايه الشرق هنا كده مصر بتطل على ايه اقول له هنا كده البحر الاحمر يبقى هاختار البحر الاحمر طيب رقم 8 بيقول لي يحض البحر المتوسط مصر من جهة ايه هنا كده البحر المتوسط ده بالنسبة لمصر فين فوق ولا تحت فوق يعني في الشمال ولا في الجنوب في الشمال يبقى هاختار الشمال يبقى البحر المتوسط يحض مصر من الشمال طيب رقم تسعة يحيط اليابس بمصر من جهتي ايه و ايه فين اليابس يعني الارض ومفيش مية اقول له من تحت وعلى ايد الشمال من تحت يعني من الجنوب وعلى ايد الشمال يعني من الغرب يبقى يحيط اليابس بمصر من جهتي الجنوب والغرب الجنوب يعني عند السودان والغرب عند ليبيا طيب يلا نشوف السؤال التالت بتاعنا وبيقول لي اجب عن الاسئلة التالية اكتب دليلا واحدا على صحة العبارة التالية يعني ثبت لي مصر دولة بحرية مصر بلدنا دولة عندها بحار اقول له اطبعا بدليل وجود البحر الاحمر في الشرق ووجود البحر المتوسط في الشمال يبقى انا كده اثبت له ان مصر دي دولة بحرية يعني بتطل على بحار ده بتطل على كم بحر اتنين البحر الاحمر في الشرق والبحر المتوسط من الشمال السؤال اللي بعده بيقول لي اكتب تفسيرا واحدا للعبارة التالية ساعد نهر النيل على ازدهار الاقتصاد المصري منذ القدم يعني نهر النيل ده خلى فيه اقتصاد وخلى فيه فلوس كتير في مصر الكلام ده من زمان جدا ليه؟ اقول له لان المصريين عاشوا جنب نهر النيل واشتغلوا في الزراعة بس كده لا واستخدموه كطريق للتجارة بين شمال مصر وجنوب مصر يبقى انا عرفت ان نهر النيل ساعد على ازدهار الاقتصاد المصري ازاي؟ اقول له لان المصريين عاشوا بجانب نهر النيل وتعلموا الزراعة يعني اشتغلوا في الزراعة ومش كده وبس استخدموا نهر النيل قطريق للتجارة بين شمال مصر وجنوبها طيب السؤال رقم 3 بيقول لي اكتب نتيجة واحدة ترتبت على حفر قناة السويس الجديدة يعني ايه؟ يعني ايه اللي حصل لما حفرنا قناة السويس الجديدة؟ اقول له اول حاجة السماح بمرور السفن في الاتجاهين دون انتظار يعني السفن بقى بتعدي ومش تستنى السفنة التانية علشان تعدي يبقى السماح بمرور السفن في الاتجاهين بس كده وتقليل زمن الرحلة بس كده وتوفير الوقت والجهد والمال حاجات كتيرة جدا اكتب لك حاجة واحدة بس طيب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده وبيقول لي امامك خريطة صماء لمصر خريطة صماء يعني خريطة معليهاش كتابة اكتب مدلول الارقام يعني جايب لي شوية ارقام عايزك تقول لي ايه الارقام دي؟ بيقول لي يشير رقم واحد على الخريطة الى ايه؟ تعال نشوف رقم واحد رقم واحد ده ايه؟ اقول له ده نهر النيل يبقى نهر النيل طيب بيقول لي يشير رقم اثنين على الخريطة الى قناة ايه؟ طيب فين رقم اثنين؟ اهو دي قناة ايه؟ اقول له دي قناة السويس طيب بيقول لي يشير رقم ثلاثة على الخريطة الى البحر رقم ثلاثة ده البحر ايه؟ اقول له ده البحر الاحمر اللي بعده يشير رقم اربعة على الخريطة الى البحر رقم 4 ده البحر ايه اقوله البحر المتوسط طيب بيقولي يشير رقم 5 على الخريطة الى شبه جزيرة رقم 5 اهو دي شبه جزيرة سيناء بكده نكون خلصنا كل اسئلة الدرس التالت عندنا ويلا بينا ندخل بسرعة على الدرس الرابع وهو بعنوان محافظات مصر واول سؤال عندي بيقولي لاحظ خريطة محافظات مصر التي امامك يعني عايزك تبص على الخريطة بتاعت المحافظات وتقولي السؤال اللي يجيبولك ده صح ولا غلط ماشي رقم واحد بيقولي تعد محافظة بني سويف من محافظات الوجه القبلي انا معرفش اقولك تعالى فين بني سويف اهيه بني سويف تحت ولا فوق اقوله لا تحت من تحت القاهرة وانت نازل لتحت ده اسمه الوجه ايه اسمه الوجه القبلي تبقى الاجابة ايه تبقى الاجابة صح طيب رقم اتنين محافظة الوادي الجديد اكبر محافظات مصر من حس المساحة احنا خدنا في الفيديو ان اكبر محافظة عندي محافظة الوادي الجديد واصغر محافظة عندي محافظة دمياط تبقى الاجابة على طول صح طيب رقم ثلاثة تفصل الحدود الدولية بين محافظتي والمحافظات المجاورة يعني الحدود بين المحافظة بتاعتنا والمحافظة اللي جنبنا بنسميها حدود دولية اقوله غلط ليه اقوله لان الحدود اللي بين المحافظات بنقول عليها حدود إدارية حدود إيه؟ إدارية أما الحدود الدولية دي بتفصل دولة عن دولة مش بتاعتنا خالص طيب رقم أربعة تعد محافظة الأكسر فين محافظة الأكسر؟ أهيه من محافظات الوجه البحري لا استنى غلط محافظة الأكسر تحت محافظات الوجه البحري فوق يبقى الإجابة خطأ طيب رقم خمسة تشترك محافظة القاهرة في حدودها الجنوبية مع محافظة الجيزة تعال ببص فين القاهرة؟ أهيه من الجنوب كده بتلاقي محافظة الجيزة؟ أقول له الحتة دي تبع محافظة الجيزة يبقى الإجابة صحيحة يبقى هكتب كلمة صواب يبقى أنا هبص على الخريطة وهاجب له من على الخريطة الكلام ده من غير محفظ كل الكلام اللي على الخريطة ده أبص عليها وأجب على طول طيب يلا بينا نشوف السؤال التاني بيقول لي ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين محافظتي من محافظات ايه؟ هنا بقى أنت هتآجب على حسب مكانك موجود فين؟ يعني لو أنا مثلا من قفر الشيخ أقول له أنا من محافظات الوجه البحر لو أنا مثلا من أسيط أقول له أنا في الوجه القبلي لو أنا مثلا في مطروح أو الوادي الجديد أو شمال سيناء أو جنوب سيناء أو محافظة البحر الأحمر أقول له أنا من محافظات الحدود المصرية يبقى الإجابة دي كل واحد فين هيأجبها بمزاجه على حسب المحافظة اللي هو موجود فيها طيب رقام اتنين مساحة من اليابس تضم مجموعة من المراكز والأحياء إيه اللي مساحة من اليابس فيها مراكز وأحياء؟ أقول له ده تعريف المحافظة المحافظة دي حتة من اليابس فيها مراكز وأحياء طيب رقم ثلاثة إذا أردت زيارة أكبر محافظات مصر مساحة فعليك بالتوجه إلى محافظة إيه؟ لو أنا عايز أروح لأكبر محافظة من حيث المساحة قلنا أكبر محافظة مساحة محافظة الوادي الجديد أصغر محافظة مساحة محافظة دميات طيب رقم 4 احدى محافظات الحدود انا عايزك تبص في الاختياري وتقول لي ايه محافظة الحدود مطروح اه من غير ما تكمل هي مطروح احنا عندنا خمسة مطروح الوادي الجديد شمال سيناء جنوب سيناء محافظة البحر الاحمر جبل منها هنا في الاختياري مطروح يبقى هاختار مطروح طيب رقم 5 اذا اردت زيارة معظم الوزارات فعليك التوجه الى محافظة ايه لو انا عايز اروح ازور كل الوزارات هروح طبعا العاصمة عاصمة مصر القاهرة يبقى هاختار القاهرة يبقى القاهرة فيها معظم الوزارات يبقى انا هروح القاهرة علشان اشوف الوزارات دي طيب السؤال رقم 3 بيقول لي اجب عني الاسئلة التالية رقم 1 حدد سببا واحدا لانشاء الدولة العاصمة الادارية الجديدة يعني ايه السبب اللي يخلي مصر تعمل عاصمة ادارية جديدة اقول له علشان القاهرة بقى فيها سكان كتير يبقى لتقليل الضغط السكاني عن القاهرة تاني احنا بنعمل عاصمة ادارية جديدة ليه لتقليل الضغط السكاني عن القاهرة احفظ الاجابة دي مهمة جدا جدا طيب السؤال اللي بعده بيقول لي اكتب تفسيرا واحدا لتقسيم بعض الدول الى محافظات يعني السؤال ده يعني مثلا مصر متقسمة ل 27 محافظة ليه في دول تانية متقسمة لعدد من المحافظات ليه اقول له الدول ممكن تقسم نفسها لشوية محافظات لما كون الدول دي كبيرة اقول له بسبب اتساع مساحة الدولة يبقى ايه اللي بيخلي الدولة تقسم نفسها لمحافظات اقول له بسبب اتساع مساحة الدولة لما تبقى مساحتها كبيرة فبتقسم نفسها لشوية محافظات طيب السؤال اللي بعده بيقول لي حدد سببا واحدا لاستمرار القاهرة عاصمة لمصر لفترات طويلة على مر التاريخ يعني ايه السبب اللي يخلي القاهرة عاصمة مصر الحد النهاردة ومن فترة كبيرة جدا اقوله بسبب موقعها المتميز اللي موجود بين الوجه ايه والوجه ايه اللي موجود بين الوجه البحري والوجه القبلي يبقى بسبب موقعها المتميز بين الوجه البحري والوجه القبلي وبنقول عليها نقطة التقاء يعني المكان اللي بيتقابل فيه الوجه البحري بالوجه القبلي هو ايه هو القاهرة يبقى انا كده عرفت ان ليه القاهرة هي عاصمة مصر الفترة كبيرة جدا 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 عشان موقعها المتميز يعني موقعها الكويس جدا واللي هو موجود بين الوجه ايه والوجه ايه اللي موجود بين الوجه البحري والوجه القبلي طيب عندي سؤال بيقولي اكتب دليلا واحدا على اهتمام الدولة بتطوير القاهرة عاصمة البلاد يعني ايه السؤال ده قل الدولة عملت ايه علشان تطور القاهرة اقوله ده عملت مشروعات كتير جدا زي مشروع حي الأصمرات ومشروع حي السيدة زينب وكمان مشروع محور رود الفرج وكمان عمله العاصمة الإدارية الجديدة كل ده الدولة عملته علشان تطور القاهرة يبقى تاني لم يقول لي اكتب دليلا يعني ثبت لي ايه الحاجات اللي الدولة عملتها علشان تطور القاهرة اقول له عملت مشروع حي الأصمرات ومشروع حي السيدة زينب ومشروع محور رود الفرج وكمان العاصمة الإدارية الجديدة طيب يلا ندخل على السؤال اللي بعده بيقول لي أمامك خريطة لجمهورية مصر العربية وضح عليها مدلول الأرقام التالية بيقول لي يشير رقم واحد إلى محافظة ايه هو جايب لمحافظة بين الوجه البحري والوجه القبلي على طول تبقى محافظة القاهرة اللي هي العاصمة طيب رقم اتنين بيقول لي يشير رقم اتنين إلى أكبر محافظات مصر مساحة من غير حتى ما بص على الخريطة ايه أكبر محافظة في مصر الوادي الجديد طيب رقم ثلاثة بيشير إلى البحر ايه رقم ثلاثة ده البحر ايه ده البحر الأحمر طيب رقم اربعة ده البحر ايه ده البحر المتوسط طيب ممكن يجيب لي خريطة تانية ويقول لي أمامك خريطة لمحافظات جمهورية مصر العربية لاحظها جيدا ثم أجب يعني بص عليها كويس وبعد كده أجب بيقول لي رقم واحد محافظة تمثل نقطة التقاء الوجهين البحري والقبلي وعاصمة البلاد من غير ما كمل الإجابة القاهرة عاصمة مصر القاهرة وهي النقطة اللي بيقابل فيها الوجه البحري بالوجه القبلي طيب رقم اتنين محافظة يحضها البحر المتوسط من الشمال البحر المتوسط في شمالها ماشي والوادي الجديد من جنوبها فين؟ أقول له محافظة مطروح مطروح لو بصت عليها في الشمال هلاء البحر المتوسط تحت هلاء الوادي الجديد هي ده المحافظة اللي ينطبق عليها الكلام ده يبقى محافظة مطروح هي للبحر المتوسط في شمالها والودي جديد في جنوبها طيب رقم ثلاثة محافظة من محافظات الوجه القبلي يحدها من الشمال محافظة الأكسر يعني إيه يعني الأكسر فوقها أدي الأكسر الأكسر فوق إيه فوق أسوان يبقى أسوان في شمالها الأكسر يبقى هكتب هنا أسوان بكده نكون خلصنا أسئلتنا على الدرس الرابع يلا بينا نتكلم عن الدرس الخامس بعنوان على مصر أول سؤال عندي برضو سؤال صح وغلط بيقولي يدل اللون الأحمر على السلام أقوله غلط اللون الأحمر بيدل على مرحلة النضال اللي هو دماء الشهداء من أجل الحرية يعني يبقى خطأ طيب رقم اتنين يدل اللون الأسود في عالم مصر على الظلم الذي تعرضت له مصر في فترات الاستعمار طبعا صح طيب رقم ثلاثة يدل النصر الذي يتوسط العالم على القوة والشجاعة طبعا صح طيب رقم اربعة رفع علم بلدي عاليا وعدم ملامسته للأرض دي حاجة حلوة ولا حاجة ويحشة حاجة كويسة جدا يبقى صواب يعني صح طيب رقم خمسة يدل اللون الأحمر في عالم مصر على مرحلة النضال ودماء الشهداء أقوله طبعا صح طيب رقم ستة يدل اللون الأبيض في عالم مصر على السلام أقوله صح إحنا كده خلصنا أول سؤال عندنا في الدرس الخامس يلا نشوف السؤال التاني بيقولي إيه؟ بيقولي ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم واحد يتخذ علم مصر شكل إيه؟ علم مصر على شكل دائرة ولا مسلسة ولا مستطيل من غير ما أكمل مستطيل طيب رقم اتنين يتكون علم مصر من كم لون هم ثلاث ألوان أحمر أبيض أسود بس أو بس طبعا النصر ما بتحسبش من الألوان طيب بالنسبة للسؤال رقم ثلاثة بيقولي لون في علم مصر يدل على ما تعرضت له من ظلم في فترات الاستعمار هو إيه؟ أقوله اللون الأسود طيب رقم اربعة يدل النصر في وسط العلم على الضعف ولا الصورة ولا اليأس ولا القوة أقوله القوة طيب رقم خمسة لون في علم مصر بيدل على السلام أقوله اللون الأبيض كده احنا خلصنا تاني سؤال عندنا في الدرس الخامس يالله نتكلم على تالت سؤال عندنا ونشوف بيقول إيه؟ بيقولي أجب عن الأسئلة التالية رقم واحد اكتب تفسيرا واحدا لوجود النصر في وسط علم مصر يعني هم ليه حطين النصر وسط علم مصر أقوله علشان يعبر عن القوة يبقى احنا حطين النصر ليه؟ علشان يعبر عن القوة طيب رقم اتنين اكتب تفسيرا واحدا لوجود اللون الأحمر في علم مصر بمعظم مراحل تطوره احنا ليه حطين اللون الأحمر؟ أقوله ليعبر عن دماء الشهداء من أجل الحرية إن فيه ناس ماتت كتير جدا 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 علشان يبقى فيه حرية في مصر يبقى تاني اللون الأحمر احنا حطينه ليه في العلم؟ أقوله ليعبر عن دماء الشهداء من أجل الحرية طيب رقم ثلاثة بيقول لي حدد سببا واحدا لأهمية وجود علم لكل دولة ليه مهم إن كل دولة يبقى لها علم؟ أقوله لأن العلم رمز لكل بلد يعبر عن تاريخها وطرصها تاني ليه؟ لأن العلم رمز لكل بلد يعبر عن تاريخها وطرصها طيب رقم أربعة اكتب تفسيرا واحدا لوجود اللون الأبيض في علم مصر إيه السبب اللي خلانا نحط اللون الأبيض في علم مصر؟ أقوله ليعبر عن السلام علشان يعبر عن السلام طيب بيقول لي رقم خمسة اكتب اتنين من السلوكيات المعبرة عن احترامك لعلم مصر قول لي حاجتين احنا بنعملهم علشان نعبر عن احترامنا لعلم مصر أقول له الوقوف باحترام أثناء تحية العالم عدم الكتابة أو الرسم عليه عدم ملامسة العلم للأرض اكتب أي تنين انت حافظهم طيب السؤال اللي بعده بيقول لي اكتب ثلاثة أماكن ترى عالم مصر يرفرف بها عالم مصر احنا بنشوفه فين؟ أقول له بنشوفه في المدرسة والوزارات والمؤسسات الحكومية وسائل النقلقة الطيارات والمواقع السياحية والمؤتمرات وأماكن كتير جدا 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 طيب أنا عايزك تحفظ لي بس ثلاثة من اللي أنا كتيبهم دول أنا أحفظ مثلا المدرسة والوزارات ووسائل النقلقة الطيارات ومثلا والمؤتمرات معاهم المهم نكون حافظين ثلاثة أماكن بنلاقي عليهم عالم مصر طيب احنا كده خلصنا الدرس الخامس يلا بينا ندخل على الدرس السادس بعنوان الأعياد القومية وبرضو أول سؤال عندنا سؤال صح وغلط أول سؤال بيقول لي يعبر شعار محافظة القاهرة عن نشاط سكانها الشعار بتاع محافظة القاهرة اللي هو عليه الجامع الأظهر والشمس ده بيعبر عن نشاط سكانها يعني دي شغلانتهم أقول له لا طبعا غلط ليه لأن سؤال رقم اتنين بيقول لي يعبر شعار محافظة القاهرة عن جزء من تاريخها أقول له طبعا صح الجامع الأظهر ده جزء من تاريخها مش نشاط سكانها طيب رقم ثلاثة تحتفل القاهرة بعيدها القومي بمناسبة وضع حجر الأساس لبناء مدينة القاهرة يعني العيد القومي بتاع القاهرة كان في نفس اليوم اللي تم فيه بناء مدينة القاهرة أقول له طبعا صح طيب رقام أربعة تحتفل جميع محافظات مصر بعيد قومي موحد يعني عيد واحد أقول له غلط كل محافظة لها عيد العيد ده بيعبر عن تاريخها أو نشاط سكانها فكل محافظة لها عيد لوحدها ما فيش حاجة اسمها عيد قومي موحد طيب رقم خمسة يرتبط العيد القومي للمحافظة بحدث تاريخي أو ذكرى مهمة طبعا صح طيب رقم ستة لكل محافظة شعار بيعبر عن نشاط سكانها أو جزء من تاريخها برضو صح طيب رقم سابعة يحرص المحافظة على افتتاح المشروعات الجديدة في العيد القومي للمحافظة يعني المحافظ بيروح يفتح المشروعات الجديدة زي المدارس والمستشفيات في اليوم اللي بيبقى العيد القومي للمحافظة أقول له طبعا صح طيب السؤال الثاني عندي بيقول لي ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم واحد تحتفل مدينة القاهرة بعيدها القومي في ذكرى إيه أقول له في ذكرى بناء مدينة القاهرة اليوم اللي توضع فيه حجر الأساس لبناء مدينة القاهرة هو ده العيد القومي بتاع القاهرة طيب رقم اثنين تشير الشمس في شعار محافظة القاهرة إلى إيه هل إلى موقع القاهرة المتميز لا هل عشان جامع الأظهر منارة الإسلام في العالم هو ده إن جامع الأظهر منارة الإسلام في العالم يعني المكان اللي كل الناس بتقصده علشان تتعلم الدين الإسلامي طيب رقم ثلاثة يرفع علم مصر وشعار المحافظة فوق المباني الحكومية عند الاحتفال إيه؟ أقول له عند الاحتفال بالعيد القومي يوم العيد القومي بنرفع علم مصر وشعار المحافظة فوق المباني الحكومية طيب رقم أربعة يضم شعار محافظة القاهرة رمز من رمزها وهو إيه؟ الشعار بتاع محافظة القاهرة فيه إيه؟ أقول له فيه الجامع الأظهر الشريف يبقى أنا عرفت إن شعار محافظة القاهرة فيه الجامع الأظهر الشريف كده إحنا خلصنا السؤال الثاني يلا بينا ندخل على السؤال الثالث وبيقول لي أجب عن الأسئلة التالية رقم واحد اكتب سبب رسم الشمس في شعار محافظة القاهرة إيه السبب اللي خلانا نحط الشمس في شعار محافظة القاهرة أقول له علشان يدل إن الجامع الأظهر هو منارة الإسلام في العالم إحنا حطيني الشمس علشان نقول للعالم كله إن الجامع الأظهر ده هو المنارة بتاعة الإسلام في العالم كلاته طيب السؤال اللي بعده بيقول لي أكتب سبب احتفال القاهرة بعيدها القومي يوم 6 يوليو من كل عام أقول له لإن اليوم ده يوافق وضع القائد جوهر السقلي حجر الأساس لبناء مدينة القاهرة لإن جوهر السقلي بدأ يبني القاهرة في يوم 6 يوليو علشان كده القاهرة بتحتفل بعيدها القومي كل سنة يوم 6 يوليو طيب السؤال اللي بعده بيقول لي حدد سبب احتفال كل محافظة بعيد قومي خاص بها يعني ليه كل محافظة بتحتفل بعيد قومي خاص بها أقول له لإن العيد القومي ده بيرتبط بحدث تاريخي أو ذكرى مهمة مرت به المحافظة يعني يوم مهم جدا في تاريخها علشان كده بتعمل يوم عيد تحتفل بيه يبقى تاني لأنه يرتبط بحدث تاريخي أو ذكرى مهمة علشان كده كل محافظة بتحتفل بعيد قومي خاص بها طيب السؤال اللي بعده بيقول لي حدد سبب اتخاذ كل محافظة شعار له ليه برضو كل محافظة لها شعار أقول له لإن الشعار ده بيعبر عن حكتين بيعبر عن تاريخها أو نشاط سكانها يبقى أنا عرفت أن كل محافظة لها يوم بيبقى عيد قومي علشان ده مرتبط بحدث تاريخي أو ذكرى مهمة وكل محافظة لها شعار علشان ده بيعبر عن تاريخها أو نشاط سكانها طيب آخر سؤال عندي في الدرس ده وفي الوحدة الأولى بيقول لي اكتب مظهرين من مظهر احتفال محافظتك بعيدها القومي يعني أقول لي حكتين المحافظة بتاعتك بتعملهم في العيد القوم أقول له عندنا مثلا تزين الشوارع والميادين بنعمل مهرجانات واحتفالات بنفتتح مشروعات جديدة بنرفع علم مصر والشعار بتاع المحافظة فوق المباني الحكومية أكتب كل ده أقول لك لا اكتب اتنين بس بكده هنكون خلصنا الوحدة الأولى يلا بينا نشوف الوحدة التانية ونشوف الدرس الأول فيها جماله أرضنا وأول سؤال عندنا برضو بيقول لي لاحظ الخريطة اللي موجودة قدامك دي وعايزك تقول للعبارة الصح من العبارة الغلط أقول له ماشي رقم واحد تحيط المياه بشبه جزيرة سيناء من جميع الجهات أقول له خطأ مدام شبه جزيرة يبقى تحيط بها المياه من كم جهة بس من 3 جهات مش من جميع الجهات لأن اللي بيحيط بها المياه من جميع الجهات دي الجزيرة مش شبه الجزيرة طيب رقم اتنين تلون هضبة الجلف الكبير على الخريطة باللون البني اقوله صح بص كده المحاجات العالية باللون البني الحاجات المنخفضة باللون الاخضر احفظ الاتنين دول عشان هنشتغل بيهم في كل حاجة طيب رقم تلاتة يقع جبل شاي بالبنات في محافظة البحر الاحمر طيب هو فين جبل شاي بالبنات اهو دي محافظة ايه اقوله دي محافظة البحر الاحمر تبقى الاجابة صح طيب رقم اربعة يقع البحر الأحمر شرق مصر فين البحر الأحمر أهو موجود في الشرق ولا فين أقوله في الشرق تبقى الإجابة صحة رقم خامسة يلون البحر المتوسط على الخريطة باللون الأخضر المية بتتلوت باللون الأخضر أقوله غلط باللون الأزرق يبقى غلط طيب رقم ستة لكل مستوى من مستويات الارتفاع لون مختلف أقوله طبعا صح الحاجات العالية يعني المرتفعات باللون البني والمنخفضات باللون الأخضر وحتى المية بنعملها باللون الأزرق يبقى أي مستوى من مستويات الارتفاع ليه اللون خاص به يبقى الإجابة صح طيب يلا بينا ندخل على السؤال الثاني وبيقول لي تعخطا تحت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين أول سؤال بيقول لي إذا أردت تلوين منخفض القطارة على الخريطة فسوف تختار اللون إيه إن المنخفضات باللون الأخضر من غير ما تفكر مرتفعات وجبال والحاجات دي باللون البني مية باللون الأزرق طيب اتنين يلون جبل سانت كاترين من غير ما كم الجبل يبقى حاجات عالية يبقى باللون البني اللي بعده يشير اللون الأزرق اللون الأزرق بيدل على إيه على طول على البحار على المية طيب رقم أربعة يلون جنوب غرب مصر باللون البني بسبب إيه إحنا ليه بنحط في جنوب غرب مصر لون بني أكيد هناك عشان في حاجات عالية يبقى بسبب وجود المرتفعات علشان هناك هضب اسمها هضبت الجلف الكبير وهناك جبل اسمه جبل العوينات علشان هناك حاجات عالية يبقى اخطر المرتفعات طيب رقم خمسة تقع هضبت الجلف الكبير في مصر يفهم بالزبط اقول له هضبت الجلف الكبير موجودة تحت على ايد الشمال يعني موجودة في جنوب غرب مصر يبقى موجودة في الركن الجنوب الغربي طيب رقم ستة ظاهرة تضاريصية في محافظة جنوب سيناء يزيد ارتفاعها عن الف متر طيب ما تخافش من كلمة ظاهرة تضاريصية من الاخر بيقولك ايه اللي موجود في جنوب سيناء وارتفاعه الف متر اقول له ده جبل اللي اعلى من الف متر يبقى جبل يبقى هخطار جبل طيب رقم سبعة تحيط المياه بارض سيناء من سلاس جهات فهي بذلك تعد ايه هي سيناء دي ايه اقول له شبه جزيرة علشان المياه حواليها من ثلاث جهات بس طيب رقم تمانية تقع ارض شدوان بكاملها داخل البحر الاحمر فهي بذلك تعد ايه على طول جزيرة احنا عندنا في مصر جزيرة شدوان اللي موجودة فين في البحر الاحمر طيب رقم تسعة اذا اردت تلوين السهل الفيضي على خريطة مصر فانك تختار اللون ايه عود نفسك السهل الفيضي اماكن مش عالية قلنا الاماكن اللي مش عالية هنعملها باللون الاخضر يبقى السهل الفيضي هتلونه على الخريطة باللون الاخضر طيب رقم عشرة تحيط المياه بسيناء من جهة واحدة من جهتين من ثلاثة على طول من سلاس جهات ليه لان سيناء شبه جزيرة طيب يلا بينا نشوف السؤال التالت وبيقول لي امامك خريطة صماء لمصر اكتب مدلول الارقام الموضحة عليها رقم واحد يشير رقم واحد على الخريطة الى مسطح مائي ما تخافش من كلمة مسطح مائي رقم واحد ده ايه رقم واحد ده البحر المتوسط يبقى هكتب له البحر المتوسط طيب رقم اتنين على الخريطة ده ايه اقول له ده نهر النيل طيب رقم تلاتة بيقول لي ظاهرة تضاريصية ما تخافش من الكلمة رقم تلاتة دي ايه اقول له دي شبه جزيرة سيناء بس كده احنا كده خلصنا الخريطة طيب يلا نشوف السؤال اللي بعده وبيقول لي اكتب تفسيرا واحدا لتلوين منطقة جنوب سيناء على خريطة سطح مصر باللون البني يعني ايه يعني ليه انت بتلون الحتة دي في جنوب سيناء باللون البني اقول له لان المنطقة دي فيها مرتفعات ده فيها جبل سانت ايه فيها جبل سانت كاترين يبقى لانها منطقة مرتفعات ويوجد بها جبال مثل جبل سانت كاترين طيب السؤال اللي بعده بيقول لي اكتب تفسيرا واحدا لتلوين منطقة جنوب غرب مصر باللون برضو البني نفس الاجابة لان بها مرتفعات مثل هضبة الجلف الكبير وجبل العوينات طيب السؤال اللي بعده بيقول لي اكتب دليلا على تنوع مظاهر السطح في مصر يعني ايه السؤال ده يعني هل سطح مصر كله حاجة واحدة اقول له لا ده حاجات ياما جدا ده انا عندي مرتفعات ومنخفضات وعندي سهول فايدية وسهول ساحلية وجزر وشبه جزيرة وعندي كمان بحار وبحيرات ونهر النيل كل الحاجات دي بسميها مظاهر السطح هو هنا بيقول لي قل الحاجات دي يبقى هقول له يوجد بها المرتفعات والمنخفضات والسهول الفايدية والسهول الساحلية والجزر وشبه الجزيرة والبحار والبحيرات ونهر النيل كل الحاجات دي موجودة طيب لما يجي يقول لي اكتب اختلافا واحدا بين الجبل والتل اقول له الجبل ارتفاعه اكتر من كم من 1000 متر طب التل ارتفاعه اقل من كم اقل من 1000 متر يبقى الجبل 1000 متر وانت طالع التل اقل من 1000 ايه اقل من 1000 متر طيب اخر سؤال عندي في الدرس بيقول لي حدد فرقا واضحا بين السهل الساحلي والسهل الفيدي السهل الساحلي ده موجود على ايه موجود على ساحل البحار اما السهل الفيدي ده بيتكون من رواصب الانهار يبقى تاني السهل الساحلي ده موجود على سواحل البحار السهل الفيدي بيتكون من رواصب الانهار بكده نكون خلصنا اسئلة اول درس عندنا في الوحدة التانية وهو بعنوان جماله ارضنا طيب يلا بينا ندخل على الدرس التاني عندنا بعنوان الطقس والمناخ واول سؤال برضو عندنا سؤال صح وغلط بيقول لي تشير الصورة التي امامك الى حالة الطقس الصورة ديت بتتوقع درجة الحرارة يوم او اتنين او تلاتة او اسبوع او دي صورة من الموبايل بتاعي تبقى دي حال الطقس ولا مناخ تبقى دي حال الطقس يبقى الاجابة صح طيب رقم اتنين معرفة احوال الطقس محافظتك يساعدك في تحديد نوع الملابس الواجب ارتداؤها يعني لما تبقى عارف الطقس هيبقى عامل ايه في المحافظة بتاعتك ده هيخليك تحدد انت هتلبس ايه بالزبط اقول له اه طبعا صح طيب رقم ثلاثة يتغير المناخ من يوم الى اخر كما يتغير عدة مرات في اليوم الواحد اقول له غلط اللي بيتغير من يوم للتاني ده الطقس اللي ممكن يتغير في نفس اليوم برضو الطقس مش المناخ المناخ ده وصف حالة الجو من حرارة ورياح وامطار فترة زمنية طاويلة مش حتة يوم طيب رقم اربعة اذا كانت مصر تقع في نطاق المناخ الاستوائي لو مصر ده مناخ استوائي زي سيراليون دي هتكون الامطار فيها ايه اقول له الامطار فيها هتكون طوال العام امطار ايه طوال العام يبقى الاجابة صح يبقى مصر لو فيها مناخ استوائي كان هتبقى فيها الامطار طول السنة طيب رقم خمسة يستخدم الجهاز الموضح في الصورة المقابلة في قياس درجة الحرارة هو الجهاز ده ايه ده جهاز ميزان الحرارة اللي هو الترمومتر ده من اسب الحرارة اقول له صح طيب رقم ستة لمعرفة سرعة الرياح فاننا نستخدم الجهاز الموضح بالصورة المقابلة هي دي صورة ايه اقول له دي صورة جورة بالرياح هو جورة بالرياح بيقس سرعة الرياح اقول له لا ده بيقس اتجاه الرياح بيعرف للرياح جاية منين جاية من الشمال ولا جاية من الجنوب ولا جاية من الشرق ولا جاية من الغرب أما لسرعة الرياح أنت بتقسها بإيه أقول له بقسها بالأنيمومتر يبقى الإجابة هنا غلطة لأن اللي في الصورة ده بيقس اتجاه الرياح من سرعة الرياح طيب رقم سبعة يعد بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بانخفاض درجة الحرارة غدا تنبؤا بحالة الطاقس يعني لما هيئة الأرصاد الجوية تقول لي أن بخرة درجة الحرارة هتبقى أوليلة جدا ده طاقس ولا مناخ ده طاقس طيب يلا بينا ندخل على السؤال التاني وبيقول لي ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين أول حاجة لو لم يتم اختراع الأنيمومتر لا يمكن قياس إيه لا يمكن قياس سرعة الرياح ما قدتش هقدر إيه سرعة الرياح لو ما فيش الأنيمومتر طيب رقم اتنين الهيئة المسؤولة عن التنبؤ بالأحوال الجوية في مصر هي أنهي أقول له الهيئة العامة للأرصاد الجوية يبقى الهيئة العامة للأرصاد الجوية هي دي الهيئة المسؤولة عن التنبؤ بالأحوال الجوية طيب رقم ثلاثة لمعرفة درجات الحرارة اليوم فإننا نستخدم إيه لو أنا عايز أعرف درجة الحرارة النهاردة هستخدم إيه أقول له على طول هستخدم الترمومتر طيب رقم أربعة يسود مصر مناخ إيه كلمة يسود يعني ينتشر في مصر مناخ إيه إيه المناخ اللي موجود في مصر على طول مناخ صحراوي يبقى المناخ اللي في مصر مناخ إيه صحراوي طيب السؤال التالت عندنا بيقولي أجب عن الأسئلة التالية أول حاجة حدد سببا واحدا لأهمية معرفتك لأحوال الطقس يوميا إحنا ليه لازم نعرف حالة الطقس يوميا أقوله علشان تساعدنا في ارتداء نوع الملابس هي اللي هتحدد نوع الملابس وكمال لو أنا هسافر هستخدم حالة الطقس عايز أعرف الجو هيبقى عامل إيه يبقى دي قرارات اليومية ولا مش قرارات اليومية قرارات اليومية يبقى الإجابة لتساعدنا في اتخاذ قراراتنا اليومية أو ممكن أكتب له لتحديد نوع الملابس التي نرتديها علشان أحدد أنا هلبس إيه أو لطمان سلامة الصفر علشان هعرف هسافر إزاي احفظ لك أي إجابة من دول أسهل إجابة لتحديد نوع الملابس علشان أقدر أحدد نوع الملابس اللي أنا هلبسها طيب السؤال اللي بعده بيقول لي اكتب سببا واحدا لأهمية الهيئة العامة المصرية للأرصاد الجوية قول لي أهميتها إيه؟ أقول له بتتوقع الأحوال الجوية يبقى تاني الهيئة العامة المصرية للأرصاد الجوية بتعمل إيه؟ أقول له بتتوقع بالأحوال الجوية هي اللي بتقول الجو هيبقى عامل إيه؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لي حدد تفسيرا واحدا لأهمية الأقمار الصناعية بالنسبة للطقس هي الأقمار الصناعية دي مهمة؟ طبعا ليه اقوله لانها بتقوم بجمع البيانات عن الطقس بتجمع لمعلومات وبيانات عن الطقس وابتبعتها للارصد الجوية علشان يقولوا للناس الجو هيبقى عامل ايه ويتوقعوا بالطقس هيبقى عامل ازاي يبقى الاقمر الصناعية بتعمل ايه بتجمع بيانات ومعلومات عن الطقس طيب السؤال اللي بعده بيقول لي اكمل الجدول التالي لتحديد اوجه التشابه والاختلاف بين الطقس والمناخ وتستخدم للكلمات اللي انا اعطهالك دي طيب هو جايب ليه التقس والمناخ اوجه التشابه بيقول لي اللي اتنين بيقس كل منهم الحرارة وايه وايه اقول له بيقس الحرارة والرياح والامطار يبقى هاو شرطة فوق الرياح والامطار عشان معطش اختارها يبقى اوجه التشابه بين التقس والمناخ اللي اتنين بيصفوا حالة الجو من حس ايه ومن حس ايه ومن حس ايه من حس حرارة ورياح وامطار طيب ايه الاختلاف اقول له تعالى الطقس وصفة حالة الجو فترة زمنية طويلة ولا قصيرة اقول له قصيرة خد شرطة فوق قصيرة طيب المناخ وصفة حالة الجو فترة زمنية طويلة خد شرطة فوق كلمة طويلة طيب بالنسبة للطقس قد يكون يوم او ايه قد يكون يوم او اسبوع هاخد كلمة اسبوع واخد عليها شرطة طيب المناخ قد يكون فصلة او ايه او سنة يبقى هكتب هنا سنة وبكده يكون خلصنا اسئلتنا على اول سبع دروس عندنا في المنهج ولو عايز تحمل الاسئلة دي علشان تعرف تطبعها وتذاكر منها هتلاقيني سايب لك لينك تحمل منه وبكده نكون خلصنا مراجعتنا النهاردة تحياتي ليكم مستر عطا زكي شحطو